وينضم إلينا من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق للحديث عن هذا الموضوع موضوع مواجهة العراق لجائحة كورونا والتحية والرسالة المفتوحة التي حملت تحية كبيرة للعاملين في القطاع الطبي والصحي في العراق وفي عموم العالم بشكل عام دكتور مرحبا بك معنا حياكم الله أخي الكريم أهلا بكم في الرسالة التي وجهتموها اليوم للعاملين في القطاع الصحي والطبي في العراق وفي العالم بصفة عامة تشير إلى مدى الدور الذي قام به العاملون في هذا القطاع ولسيما في العراق في ضوء قلة الإمكانات المتاحة والأجهزة التي لا تتوفر كما أشار وزير الصحة أخي الكريم عندما نتكلم عن دور الأطباء والعاملين في المجال الصحي فنحن نتكلم عن خط الدفاع الأول الذي يقوده الأطباء لأنهم يرون ويعرفون تماما مدى خطورة هذا الوباء وسرعة انتشار وكيف أنه يصيب وأكثر عرضة لهذا المرض ولهذا الإصابة هم الأطباء لأنهم يلامسون ويحتكون المرضى في كل الأوقات مع أن الصعوبة أيضا تكمن ليس فقط في ذلك وإنما في التحرز من هذا المرض عند الأطباء فنحن نتكلم عن أناس يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة والموت في سبيل مساعدة الآخرين أمر آخر مهم جدا وهو الإنسان في بعض الأحيان يقدم تضحية كبيرة شخصيا فيما يتعلق بنفسه لكن يتراجع قليلا إذا تعلق الأمر بالأولاد وبالعائلة وبالأهل وهذا يعني أنه يمكن أن نعرف مدى خطورة وتضحية هؤلاء الأطباء عندما يعانون معانات مرتين الأولى مع المرضى والأخرى عندما يعودون إلى بيوتهم فهذه عملية إنسانية لم يتخلى عنها الأطباء رغم خطورة الوضع الذي هم فيه ولهذا قدمت الهيئة رسالة شكر وعرفان لهؤلاء المقاتلين المتفانين في عملهم طيب دكتور مع هذا التفاني الذي شهدناه من الأطباء في العراق والذي أشرتم إليه في هذه الرسالة المفتوحة هل تعتقدون بأن الحكومة كانت تقوم بدورها المطلوب لا سيما مع وجود مناشدات كثيرة من أطباء وعاملين في الحقل الطبي والصحي ولا سيما في المثنى بتوفير بعض المتطلبات للقيام بوظيفتهم في مواجهة هذا الوباء ولا سيما الكمامات وأغطية الأيدي واللباس الخاص بمواجهة هذا الفيروس قطعا أن الحكومة لم تقم بواجبها تجاه الكفاءات العراقية من الأطباء وغيرهم استهداف الأطباء ليس في هذه المرحلة على مدار سنة أو سنتين أو في هذه الجائحة استهداف الأطباء والكفاءات العراقية بدأ بعد الاحتلال مباشرة وأكثر جهتين قامت بهذه الجريمة البشعة استهداف الكفاءات والأطباء هي إيران والكيان الصهيون استهدافهم كان بالقتل أو إجبارهم على الخروج من العراق خطة أعدت قبل الاحتلال العراق لكي يفرغ العراق من هذه النماذج التي ممكن أن ينهض بها العراق ممكن أن تستغل في تحسين أوضاع العراق ولكن يريدون أن يخلوا الساحة من هؤلاء الكفاءات من هؤلاء الأطباء كي يستفيدونهم كي يستفيد هذه الجهات أصحاب المشاريع التدميرية في العراق هم المستفيدين من وعد الكفاءات في العراق إذا أتينا إلى الكفاءات الطبية فهي مدمرة في العراق من حيث القوانين التي في حقها وعدم حمايتها والمشاكل التي على مر السنوات الماضية يعاني منها الأطباء الحكومة لم تقدم لهم شيء أما في جائحة كورونا فالحكومة مسؤولة عن قضيتين قضية الأطباء وعدم حمايتهم وعدم تقديم الخدمات اللازمة لهم وأيضا مسؤولة أمام الشعب العراقي لأنها كانت هي سببا رئيسا في انتشار الوباء في العراق بسبب فتح الحدود مع إيران نعم وهذه قضية يعني ميدانية حصلت مؤخرا لكن هناك بنية تحتية مدمرة متهالكة لا تستطيع أن تقدم الخدمة الطبية اللازمة للمواطن في الظروف العادية فما بالك في مواجهة وباء من هذا الطراز إلى أي مدى ساهمت العملية السياسية والحكومات المتعاقبة بالفشل المتعاقب في عدم توفير هذه البنية التحتية اللازمة لمواجهة أو بيئة من هذا النوع كل ما يحصل في العراق من مآسي ومحان وآلام تقع على الشعب العراقي هي بسبب العملية السياسية في العراق البنية التحتية انتهت تماما في العراق بسبب العملية السياسية التي أنتجت حكومات هي من تدمر العراق وإلا من غير المعقول وغير المنطقي أن تعجز هذه الحكومة على مدار أو الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال على مدار 17 سنة من توفير أبسط مقاومات الحياة اللي هو الكهرباء لم تستطع هذه الحكومات المتعاقبة أن تحسن القطاع الصحي بل بالعكس هي أخذته إلى تدهور أكثر مما كان عليه رغم توفر المليارات من الدولارات إذا كانت توفر الدولارات لم تجعل القطاع الصحي يقف وقفة حقيقية تجاه هذا الوباء إذن نحن أمام حكومات هي تسعى إلى تدمير الشعب العراقي والبنى التحتية العراقية لأجل مصالح دول أخرى على سبيل المثال الكهرباء لن تتحسن لأن إيران هي المستفيد منها لأن العراق يستورد أغلب الكهرباء من إيران وتصرف مليارات الدولارات على الكهرباء تخرج إلى إيران فإذن هي مصالح لدول أخرى وليست لمصلحة الشعب العراقي نعم طيب دكتور أيضا التحية كانت موجهة إلى الأطباء المسلمين الذين أثبتوا جدارتهم في الحقيقة في كافة أنحاء العالم في مواجهة هذا الفيروس وتقدم الكثير منهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الإنسان أيا كان هذا الإنسان ماذا تحمل هذه الرسالة للأطباء العرب والمسلمين في كافة أسقع العالم؟ الهيئة اليوم نعت بكل فخر واعتزاز مصاحب بالألم طبعا الأطباء والعلماء المسلمين في أوروبا وأكدت بأن مواقفهم البطولية ووقوفهم في طليعة هذه المواجهة غير المتكافئة التي عجزت عنها دول عظمى كانت تتغطرس بقوتها التي تتجبر بها على الآخرين مع أنه لم تغني عنها شيئا في مواجهة فيروس كورونا بالمقابل كان العلماء والأطباء من المسلمين يتفانون في عملهم لمساعدة المرضى في أوروبا التي أوروبا في وقت من الأوقات كانوا يطالبون بإبعاد المسلمين بلادهم هؤلاء الأطباء المسلمون ضحوا بأرواحهم في سبيل الهدف الإنسان النبيل أطباء كثر ماتوا بسبب معالجة المرضى منهم عراقيون ومنهم مصريون ومنهم مغاربة ومنهم سودان بل عندما ترى رئيس فرنسا عندما يقابل الأطباء ويشكرهم على جهودهم يتفاجئ بأن هؤلاء من العرب أغلبهم من العرب والقار الأفريقية نعم ثانيا جهود المسلمين ليست لم تقتصر على الأطباء فحسب وإنما كانت هناك جهود للجمعيات الخيرية والمسلمين كانوا يدون دور كبير في مساعدة الآخرين في الدول الأوروبية أشكرك جزيلا دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبريس قايب بن عمان